زي ما حضرتكم عارفين كمان يمكن من الحاجات اللي ظهرت بعد الييرو العنصرية يعني دي كرسة يعني العنصرية بتضرب الييرو 2020 بعد التنظيم الرائع بتظهر العنصرية مشاكل عنصرية في 2020 يعني البطولة الكبيرة شاهدت بعض المشاهد العنصرية بشأن طبعا أكيد النجوم الثلاثة الكبار النجوم المنتخب الإنجليزي طبعا بعد طبعا إهدار ضربات الجزاء نتكلم على راتشفورد نتكلم على شانسو نتكلم على ساكا التلاتة دول يعني طبعا ظاهرة مرفوضة بجميع أشكالها هنوقف النهاردة عند النقطة داية وهنتكلم عليها بالتفصيل لأن هذه الظاهرة لازم نتكلم عليها ونقف عندها رغم النجاح الكبير لهذه البطولة لكن طقف العنصرية يعني حجر فيه أو نقطة سودة في هذه البطولة النقطة التانية اللي عايزة أتكلم حضراتكم هو جورجينيو جورجينيو طبعا لعب المنتخب الإيطالي ولاعب نيدي تشيلسي قال يعني أنا مش ميسي ولا كريستانو رونالدو دا طبعا على يعني بعض الناس بتقول هل يحفوز بالجائزة الكرة الزهبية السنادي لكن هو أتكلم وقال أنا طبعا مش زي ميسي ولا زي رونالدو لكن على مستوى الألقاب أعتقد أن محدش كسب بطولات أدي السنادي هو طبعا عارفين أنه هو كسب طبعا بطولتين كبار جدا على مستوى الأندية وعلى مستوى طبعا على مستوى الأندية على مستوى طبعا المنتخبات بطولة كبيرة زي أمم 2020 النقطة التالتة أتكلم حضراتكم مع نجم النجوم دوناروما دوناروما ولكن مع شكل تاني مع إبراهيموفيتش يعني النهاردة دوناروما بعد طبعا ما تصدل ضربة جزاء ساكا الأخيرة قبل طبعا ما يعني المتش عدي للإلا كان فيه زي ما بنقول روح إبراهيموفيتش إبراهيموفيتش يعني دائما يعني بيطلع علينا بحاجات يعني مفاجآت يعني تثير الجدل لكن هو طبعا إبراهيموفيتش يعني بيقول لدوناروما يعني في الفترة أنا عدتها معاك أنت حضراتكم عارفين طبعا دوناروما ده انحارس إي سي ميلان مع وجود إبراهيموفيتش مع الميلان يعني إبراهيموفيتش بيقول له في الفترة الصغيرة اللي أنت قضيتها معايا عرفت أنك تكسب بطولات طبعا بروح الدعابة وروح كمان الاحتفال يعني كلنا طبعا قلنا أن دوناروما كان حارس عظيم وأدى مباريات أكثر من رائعة وطبعا هو طبعا أكيد بعد انتقاله يعني على يعني انتقاله لباريس سان جيرمان يعني باريس سان جيرمان تقريبا لم نجوم العالم كله لكن أعتقد خسارة كبيرة جدا لإي سي ميلان أنه يستغني أو هو عقده خلاص خلص ويهي روح باريس سان جيرمان ترجمة نانسي قنقر